وصول البطلة التونسية أونس جابر إلى الأراضي التونسية منذ قليل للمشاركة في بطولة المنستير للتينس 250 نوطة وأيضا للراحة بعد المشوار الطويل في الجولة الأمريكية ووصافة بطولة أمريكا المفتوحة وتصريح مهم جدا من إيجا سواي تيك بطلة العالم والمصنفة الأولى العالمية بالنسبة لأونس جابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أهلا بكم في فيديو جديد ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وصلت منذ قليل بطلتنا التونسية أونس جابر بسلامة الله حمد الله على السلامة إلى تونس للراحة أيضا بعد الجولة الأمريكية وأيضا للمشاركة في بطولة المنستير اللي هتكون في تونس وطبعا ب250 نقطة نتمنى لها التوفيق ونتمنى لتونس تنظيم مميز بإذن الله بالنسبة لإيجاس وايتيك صرحته آلة أونس شخصية عظيمة أنا شخصية أكثر انطوائية لذلك بفضلها حقا أن نحن نتمتع بعلاقة جيدة إنها متفتحة للغاية وهي دائما تبتسم ولديها دائما نكات لقد كانت تعرف عليها أمرا رائعا حقا وهي لعبة رائعة لديها الكثير من التصميم والطموح من الجيد أن نحظى بهذا الاحترام المتبادل أشعر أنه مهم في تيرس السيدات لا يوجد توطر بيننا في غرف تغيير الملابس في الجولة اللاعبة إيجاس وايتيك اللي فازت علي أونس جابر في نهاية بطولة أمريكا المفتوحة والمصنفة الأولى على مستوى العالم اللاعبة البولندية بتقول علي أونس جابر أن هي لعبة شخصيتها كبيرة وشخصيتها عظيمة وبتقول علي نفسها أن هي شخصية انطوائية عكس أونس جابر اللي دائما بتحب تضحك وتبتسم وتقول نكات طبعا الشعب العربي كله بيحب الابتسام وبيحب النكات وأونس جابر بتمثلنا في الملاعب الأوروبية واللاعبة البولندية بتقول أن تعرفها على أونس جابر حاجة جميلة جدا وأونس جابر عندها كتير من الطموح والتصميم على إحراز البطولات أونس جابر هتشارك في الفترة اللي جاية حتى نهاية الموسم في 3 بطولات بناية من بطولة المنستير 250 نقطة 3 إلى 9 أكتوبر بعد كده بطولة المكسيك 1000 نقطة من 17 ل 23 أكتوبر بعد كده نهائيات الجولة الختامية اللي مهمة جدا جدا وزي الجراند اسلام بالزبط و1500 نقطة بداية من 31 أكتوبر ورابطة اللاعبات المحترفات كانت قالت أن أول لعبة عربية تصل إلى نهائيات الجولة الختامية هي أونس جابر شرف كبير لأونس جابر وللعب لعبة عربية تلعب في بطولة أو نهائيات الجولة الختامية دلوقتي أونس جابر موجودة في الأراضي التونسية منذ قليل حمد الله على السلامة يا أونس وبالتالي هتستعد لي بطولة المنستير اللي هتكون في تونس بإذن الله تصريح ممتاز جدا بنحييكي إيجا سويتك على الروح الرياضية وعلى الحب المتبادل بينك وبين أونس جابر الأولى على مستوى العالم إيجا سويتك والثانية على مستوى العالم أونس جابر ألف تحية لهم هما الاتنين في آخر الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته